كشف مسؤول يمني عن حدوث تسريب من أمبوب النفط الممتد إلى الخزان صافر قبالة سواحل الحديدة وقال وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي في تغريدة على تويتر إن هناك تسريبا من أمبوب النفط الممتد إلى الخزان صافر ودعا وكيل محافظة الحديدة الدول المطلة على البحر الأحمر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة تجاه هذه الكارثة البيئية ترجمة نانسي قنقر